قفزت استثمارات الأبحاث والتطوير لقطاع البترو كيمويات الخليجي بحوالي 38% لتصل إلى 729 مليون دولار أمريكي في عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه وتعد هذه القفزة الأعلى عالميا وفقا لتقارير الاتحاد الخليجي للبترو كيمويات والكيمويات جبكا وللحديث أكثر عن استثمارات المنطقة نستضيف معي في الستوديو الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبترو كيمويات والكيمويات جبكا أهلا بك أستاذي بداية دعنا نتحدث عن حجم هذا القطاع قطاع الكيمويات والبترو كيمويات في الخليج شكرا لكم على الاستضافة قطاع البترو كيمويات يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية في دول الخليج تقريبا كل دول الخليج انضمت إلى نادي المنتجين يمثل القطاع كمبيعات سنوية تتجاوز 73 مليار دولار المنتجات أغلبها تصدر للأسواق الخارجية بسبب محدودية حجم السوق المحلي القطاع أساسا تم إطلاقه لاستغلال الغاز المصاحب الذي كان ينتج كناتج عرضي لإنتاج البترول وبدل ما كان يحرق في الجو يلوث البيئة يتم تحويلها إلى منتجات كيموية يستفاد من عندها كمنتجات تدخل في مرافق الحياة جميع مرافق الحياة إضافة إلى أن تخلق فرص عمل للمواطنين في دول الخليج بالنسبة للعالميا قفزة كبيرة حصلت في مسيرة الصناعة في دول الخليج نمثل اليوم تقريبا 10% من حجم الإنتاج العالمي من البتروكيميويات طبعا احنا تحدثنا في البداية في المقدمة بأن استثمارات الأبحاث والتطوير قفزت 38% وهذه قفزة طبعا تعتبر العالة عالمية باعتقادك ما الذي عزز من هذا النمو؟ التنافسية طبعا الأسواق العالمية فيها حدة في المنافسة واليوم في تقنيات تطور في كثير من الأسواق الرئيسية بالنسبة للمنتجاتنا على سبيل المثال الصين تعتبر السوق الأكبر بالنسبة للمنتجات البتروكيميويات الخليجية تستحوذ على تقريبا حصة 38% من حجم الصادرات الخليجية في الصين تم تطوير تقنيات لاستغلال الفحم الحجري وبالتالي تم إقامة صناعات بيتروكيميوية بحيث تغذي الطلب في السوق المحلي وتزيد من حدة المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج ومن ضمنها المنتجات المصدرة من دول الخليج فمع المنافسة مع شدة المنافسة أيضا الغاز الصخري في الولايات المتحدة عاد الحياة لصناعة البتروكيميويات في الولايات المتحدة وشمال أمريكا وهذا بالتالي خلق تنافس أكبر على الحصص في الأسواق الرئيسية في آسيا في أوروبا ومن هنا أصبحت عملية الاستثمار في تطوير قدرات البحث والتطوير والابتكار في الصناعة ما عادت هي حاجة غير مطلوبة وإنما أصبحت أساسية لاستمرار التنافسية وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي دعنا نتحدث عن الابتكار وثقافة الإبداع والابتكار أنت تطرقتم طبعا لهذه النقطة في تقريركم باعتقادك مدى أهمية دمج ثقافة الابتكار والابداع طبعا في البحوث والتطوير سؤال مهم ثقافة الابتكار مهمة جدا لكل قطاع الأعمال وعندما نحكي عن الابتكار في صناعة البتروكيميويات ما نحكي فقط على الإنتاج فقط إنما نحكي على منظومة متكاملة يعني الابتكار أشمل من مفهوم أو مصطلح البحث والتطوير الابتكار يشمل التسويق يشمل منظومة الإمداد يشمل حتى الإدارة المالية والموارد البشرية فعندما يحصل ابتكار هذا يعزز من تنافسية المنشآة يعزز من كفاءة المنشآة وبالتالي ينحكي على أدائها بالذات في ظل تنافسية قوية في الأسواق العالمية في مؤشرات كثيرة وطرق لها التقرير الذي أصدرناه بمناسبة قمة الابتكار التي عقدناها في البحرين من ضمنها أنه زي ما تفضلت في بداية التقديم حجم الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في دول الخليج ارتفع بنسبة 38% هذا مؤشر على أنه قيادات القطاع واعين لأهمية تعزيز التنافسية في هذه الصناعة اثنين أيضا التشريعات التي تخص الملكية الفكرية الآن أصبحت ناضجة مع أنه نحتاج عملية التطبيق يحتاج لها أيضا جهود مضاعفة لتشجيع الابتكار وحماية حقوق المبتكرين وهذه أعتقد من الحاجات الأساسية المطلوبة اليوم عندنا الحجم الخريجين من الجامعات أو عدد الخريجين من الجامعات في نموم الطرد عالميا تقريبا منطقتنا تعتبر من أهم المناطق التي حصل فيها قفزات في عدد الخريجين لكن لازال نسبة الخريجين في اقتصاصات العلوم والاقتصاصات الهندسية هي الأقل 7 إلى 10% تقريبا بالنسبة للتخصصين مجموحهم 17% هذا يحتاج لها مجموعة حوافز لتشجيع الطلبة على الانخراط والاتجاهات العلمية التي هي واعدة وتحتاجها صناعتنا وتحتاجها دولنا لأننا مقبلين على تنمية مستدامة وهذه تحتاج كوادر هندسية عندها قدرات مميزة والحمد لله عندنا جامعات أصبحت على مستوى عندنا جامعات معاهد أبحاث متخصصة معهد مصدر على سبيل المثال واحد من المعاهد المرموقة عالميا حتى جامعة سماك عبدالله العلوم والتقنية أيضا من الجامعات المرموقة التي أصبحت منشآت جاذبة لأفضل العقول سواء خليجيا أو عالميا